سؤال من احد ابنائي دكاترة صغيرين سؤال فعلا مهم جدا جدا يعني بيتدرس هو في معهد الاورام قال لي لما لاقي حالة هوبلس والعلاج خلاص فشل سواء جراحي او كيماوي او كده اقول لي العين والعلقة بقول لي طب ايه وجهة نظرك قال لي لما اقول العين يبتدي يستغفر ويقرب لربنا وكده انما لما ما اقولوش جايز ما اعملش كده افتكرت عندي كتاب وانا نايب شبا انا كنت نايب امتى كنت نايب امراض بطنة لقيت كتاب في معرض كتاب عجبني جدا لازال عندي عنوانه ايه توتيل ارنوط توتيل بتقول ولا بتقولش العين كتاب كم صفحة 250 صفحة اقول ولا ما اقولش بتقول يا ابني انا مقدرش اجاوبك بسهولة كده ده كتاب هاجبهولك تقره وكاتب تشخيص تشخيص اللي عنده كذا تقوله لا لا طب اللي عنده كذا طب اللي هتعمله عملية طب انا ممكن اخدره في قطه وينزل قطه العمليات من غير ما يحس وعمله العملية وبعدين يطلع طب تقولي طب والكونسنت اللي هو الموافقة على العملية اخدها من ولاده ما هيش مشكلة خالص يعني فهي قضية خطيرة جدا توتيل قرنوط توتيل تقولي عنه تقولي طب انت رأيك ايه انت دكتور بقى لك اكتر من 55 سنة انت رأيك ايه وبشتغل فين في العنان المركزة يعني عندنا حالات هوبلس قبل ما ابتدي ده اقولك تقوله ولا ما تقولوش هقولك حديث جميل جدا للرسول عليه الصلاة والسلام اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا من المرويات من المرويات معرفش درجة الحديث هل ضعيف او حديث موضوع لا انا معرفش يعني اساتذة الحديث يقولون لكن من المرويات هذا اعمل لدنياك انك تعيش ابدا واعمل لاخرتك انك تموت غدا طيب لما انت بتقوله انت فترط انه حيموت بك طيب مهمة ايه متقلاله طيب مين اللي حيعيش اكتر مين انت او اللي هو طيب محوادث الطرق بتقضي على الناس كلها ايه المشكلة يعني هو لازم يكون عنده سرطان عشان يموت مين اللي حيعيش اكتر هو او اللي مراته محاديش يعرف بما ان ربنا من نعم علينا اقسم برب الكعبة اكبر نعمة ربنا عملها لنا ما نعرفش عن المنتقبة لان لو عرفنا بقت كارسة مش هشتغل انا تاريخ وفاتي كذا 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 طيب مانا خلص مانا هستعد بقى طيب هستعد قبلها ايه واحد هستعد قبلها بثلاث سنين واحد هستعد قبلها بخمسة عشرين سنة فمن نعمة ربنا علينا ما نعرفش عن نوت قمت طب انا هقول له حالتك وحشة ولا حالتك كويسة لا خلص العيان انا بعد قراءة هذا الكتاب ما بقتش اقول العيان خلص لانك يكفي الحالة النفسية اللي هو فيها لكن اهله لازم يعرفوا عشان ما يعيشوش بامل ان الراجل ده حيقوم وهو هوبليس وهو معدوم الامل فيه بلاش دي العيان اللي على جهاز تنفذ صناعي وعنده موت جزع مخ خلي بالكم الكلمة موت جزع مخ يعني ميت اكلينيكيا يعني يتقولي انا مش فهم الكلمة دي باسمحها كتير بس مش فهم يتقولي يعني لا يمكن يقوم تاني بشرط ان التشخيص يبقى صح تقولي هو ممكن اغلط في دي طبعا لو عين في غيبوبة عين في غيبوبة وانا بقول انه موت جزع مخ جريمة جريمة فاذا تأكد ولها كذا اختبار انه موت جزع مخ وعلى جهاز تنفذ صناعي ممكن يقعد سنة سنة عندي ولد قعد ثلاث سنين موت جزع مخ حدثة عربية قعد ثلاث سنين على جهاز تنفذ صناعي قتل قمصته دعي عين صحدي اثنين